من تأييد الشعب تستمد الشرقية قوتها ومبررات بقائها غير أن الشرقية التي تمتلك تأييد الداخل تمتلك أيضا أوراق القوة على الصاحة الخارجية فالمجتمع الدولي أكد أكثر من مرة أن لا شرقية في اليمن سوى الشرقية التي يمثلها الرئيس هادي تأكيد وضع المجتمع الدولي بموجبه كل قوة رفعت السلاح بوجه الشرقية في خانة الانقلاب تستوي في ذلك الميليشيا التي رفعت السلاح في أقصى الشمال أو تلك التي استقوت به على أرض الجنوب التأييد الدولي للشرقية تمت ترجمته إلى قرارات أممية كان أقواها القرار 22-16 وهي القرارات التي حاول الانقلابيون وداعموهم إفراغها من مضمونها أو حرف مسار تطبيقها أو الالتفاف عليها وإسقاطها عبر الدعوة لحوارات تنعقد بعيدا عن القرارات الأممية كمرجعية ثالثة بجوار مخرجات حوار الوطن ومبادرة الأقليم استمرار التأييد الدولي للشرقية ورفض الدول التعامل مع الحوثيين خارج التوصيف الميليشاوي كان وفق مراقبين أحد أسباب التعجيل بتمرد حدا بهدف إظهار الشرقية فاقدة السيطرة على الشمال والجنوب وهو ما سيؤدي وفق المفهوم الإيراني المحرك لخيوط اللعبة لاعتراف المجتمع الدولي بالأمر الواقع واقع الحوثي شمالا وعيدروس جنوبا مرة أخرى خيب الإقليم والمجتمع الدولي آمال الميليشيا وداعميهم وتوالت ردود الفعل الرافضة لتمرد عدن كما سبق أن رفض التمرد في صنعه وإضافة لرفض الانقلاب عليها تحظى الشرقية بدعم الإقليم والمجتمع الدولي لخطوات ما بعد إنهاء التمرد دعم يتحدث المراقبون عن وجوب السرعة في استثماره لتحقيق تطلعات الشعب وكما تحظر الشرقية كممثل وحيد لليمن في الخارج يجب أن تصبح الحاضر والمحتكر الوحيد لأسباب القوة والسلاح في الداخل حينها سيصبح الدعم الدولي للشرقية في مرحلة التصدي لميليشيا الدمار أكثر حضورا في مرحلته التالية مرحلة الدعم لأعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار